وفي معضي آخر ترأس حاكم إقليم يوكبي الشرق الجنرال موسى هارون تيرغو مناسبة المحادثات والمشاورات التي بادرت بها جمعية كودومة من أجل الحل للخلافات التي وقعت مؤخرا بقرية بون كارول كان ذلك بحضور مبعوث رئيس الجمهورية ونواف المنطقة تقرير محمد السليك غلام وقراءة حسن جدون على خلفية الأحداث المأساوية التي وقعت بمركز إداري بون كارول بما يوكبي الشرق والتي أودت بحياة شخص فقد قام حاكم الإقليم الجنرال موسى هارون تيرغو على رأس وفدن يضم بعض الإداريين ونواب الجمعية الوطنية إضافة إلى مبعوث رئيس الجمهورية ألا ماي حالينا فضلا عن المحافظ المؤقت بايليمون إلوي وأثناء اللقاء الذي أقده الحاكم حول المصالحة ولم الشمل فقد تدخل كل من رئيس سلطة كابيا ورئيس جمعية كودومة إضافة إلى موثل المحتجزين الذين تم إطلاق صراههم حيث قدم الأخير شكره باسم أصدقائه لمسؤولي المنطقة وعضاء جمعية كودومة أما من جهاته مبعوث رئيس الجمهورية ألا ماي حالينا فقد طلب من سكان المنطقة ضرورة التعايش السلمي واحترام مؤسسات الدولة والتعامل مع قوات الدفاء والأمن والعمل ألا تعزيز السلام أما الخطاب الأخير فقد كان لحاكم إقليم مايوكي بالشرق مسحرون تيرغو الذي سلم بعده المحتجزين إلى ممثلي الشعب وسط حتافات وزغاريدة من قبل الجموع المحتشدين لما وقع الجانبان على المحضر الذي أعد خصيصا لمصالحة أبناء المنطقة قام القائد العام النائب للقوات المشتركة بين دول لجنة حوض بحيرة شات الأعمية مسجوي قام بزيارة تفاقدية للوقوف على سير عمل الوحدات العسكرية في الدول العضاء المشاركة في تأمين المناطق الحدودية تقرير أبدالله حرون بحدث تفاقد الوحدات العسكرية للقوات المشتركة في الشريط الحدودي بين دول لجنة حوض بحيرة شات قام العامية مسجوي القائد النائب للقوات المشتركة بين تلك الدول خلال زيارته توقف العامية للوحدات العسكرية في المناطق الحدودية وذلك لمعرفة سير عملية تأمين الحدود في ظل التحديات الأبنية التي تشهدها هذه المناطق الحدودية مشجعا كفت الوحدات العسكرية المشتركة على جهودها المبزولة في بسط العمن والسلام وحفظ ممتلكات المواطنين وأضاف إلى بزل المزيد من الجهود لمكافهة تلك الجرائم المنظمة وعملية تحريب الأسلحة والإرحاب الذي أصبح ظاهرة عالمية كما تمنى للقوات المشتركة العمن والسلام بمناسبة قدوم العام الميلادي الجديد القافلة الطبية التي نظمتها مؤسسة القلب الكبير بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية لصالح السكان إقليم سلاة أنهت هذه القافلة عمالة أمس وذلك بعد إجراء العديد من العمليات الجراحية والفهوصات الطبية المناسبة الختامية رأسة ممثلة مؤسسة القلب الكبير بالمنطقة شمس الهدى أبوكار أبدالله هارون بورما مرة أخرى في إطار الألاقات القوية التي تربط البلدين بين شاد وسودان في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية تأتي مشاركة حول الأطباء السودانيين البالغة ددهم 19 طبيبا والذين يمثلون معسسة البصر العالمية في العسودان حيث قد شاركوا مشاركة فاعلة في نشاطات حز المقيم الطبي الذي أقامته معسسة القلب الكبير بمشاركة واسعة من الأطباء الشادين وخلال أسبوع كامل من انطلاقة حز المقيم الطبي بمدينة قصبيضة حاضرة إقليم سلع قد تم علاج العديد من المرضى الذين توافدوا من مختلف القرى والمناطق التابعة لسلع حيث أنه خلال حز المقيم أجريت العديد من العمليات الجراحية النجحة وتوزيع العديد من النظارات الطبية للمرضى الذين أجريت لهم فخصات طبية ويعانون من قلة في النظر أعزا ونذكر بأن حز المقيم الطبي يأتي تنفيذ لنشاطات معسسة القلب الكبير شهد حاكم إقليم تنجلي داود كينيفور حفل التسليم المعدات المدرسية التي قدمتها مؤسسة القلب الكبير لصالح المدارس بمدينة لاي حضرة تنجلي المناسبة كانت بحضور ممثلة المؤسسة بالإقليم حوى آدم الحسين النور قدمت ممثلة معسسة القلب الكبير بإقليم تنجلي حوى آدم مستلزمات تعليمية لصالح عدد من المؤسسات بمدينة لاي حضرة الإقليم كان تقديم المساعدات هذه بحضور جميع المسؤولين بالإقليم فضلاً الممثلي المؤسسات التعليمية بالمنطقة في مداخلته منذوب التربية الوطنية وترقية المواطنة بتنجلي جراندي جيدي سمن هذه اللفتة الكريمة التي قامت بها معسسة القلب الكبير مؤكداً بأن هذه المستلزمات جاءت في الوقت الذي تعاني فيه المندوبية من نقص في العديد من الوسائل التعليمية من نهيته حاكم إقليم تنجلي داود كينيفور أبدأ عن إعجابه بالعمل الخيرية المختلفة التي تقوم بها المؤسسة مضيفاً بأن هذه الأدوات التعليمية بلا شك تكون إضافة جديدة في تنفيذ البرامج التعليمية بالإقليم كما طلب من منذوب التربية الوطنية وترقية المواطنة جراندي جندي بضرورة توزيع تلك المستلزمات التعليمية إلى جميع المؤسسات حتى يستفيدوا منها أعلن الأمير العام لوزارة البيئة والمياه والصيد كيمتو أوليفي أعلن أعمال الورشة التي نظمتها الوزارة لصالح عمالها حول المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للموارد الطبيعية المناسبة جرد بدار المرأة الجادي حسن جدامر قدم المشاركون في هذه الورشة المتعلقة بالمصادقة على الاستراتيجية الوطنية للموارد الجينية وكيفية التوزيع الجيدة للفرص المتاحة وتطبيقها من كل من وزارة البيئة والمياه والصيد ووزارتي العدل والثروة الحيوانية ووزارة المالية إلى جانب ممثلي بعض المؤسسات التعليمية وخلال عمر هذه الورشة يناقش المشاركون فيها على حسب الأمين الآم للوزارة كيمتو أوليفي سعيدة ممثلا للوزيرة العديدة من المواضي منها المصادقة على الاستراتيجية الخاصة بالموارد الجينية وفقا للبروتوكول الذي وقع عليه المجتمع الدولي بشأن التوسع البيولوجي كما أضف بأن هذه الورشة تدخل ضمن الاستراتيجية المتعلقة برؤية جاتيك كما نريد حتى عام 2030 وللتذكير فإن هذه الورشة تستمر فعالياتها لمدة يومين قدم أمس مدير النشر للصحيفة بارومتر بيان الصحفية بدار الصحافة الشديدة أعلن من خلال الانطلاق الرسمي للصحيفة نستمع لأجزء من بيان مدير النشر ونجايم موت إزرايل بترجمة الزميل آدم حسن الكاير يسرني أن أقف أمامكم لإعلان الانطلاق الرسمي لصحيفة بارومتر بتاريخ العاشر من يناير للعام 2018 الذي يصادف هذا اليوم وإن الهدف الأساسي من إنشاء هذه الصحيفة هو مواقبة المعلومات العامة وتحليلها شهريا وتأتي مبادرة إنشاء هذه الصحيفة لهدفين أولها المساهمة في تعزيز الثقافة وتنظيم المشاريع التي ظلت حتى يومنا هذا تعطي الشباب أهمية وفقا لرؤية السلطات العليا للبلاد وأيضا رفع التحديات الماثلة أمام أحلام الشباب في العمل بالوظيفة العامة في الوقت الحاضر لذا تعتزم صحيفة لبارومتر فتح فرص التدريب الذاتي في مجال الصحافة للشباب هكذا مشاهدي الكرام انتهت الأخبار ونشكركم على المتابع اللقاء اشتركوا في القناة